السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم إخوان غنشوفوا فيها عدة أخبار من بينها غنمشون نشوفوا يا إخوان في هذه الفقرة الشروط الجديدة اللي غيدير الالتحاد الأوروبي للمسافرين باش يسافروا يا إخوان من وإلى أوروبا وكذلك غنمشون نتكلموا يا إخوان على المسؤول الأوروبي دي المنظمة الصحة العالمية لقلب لأنه دول دي الالتحاد الأوروبي بالسلالة الأوميكرون دخلت للمرحلة دي النهاية الوباء وغنمشون نشوفوا الفاجعة اللي اليوم يا إخوان صفاقت عليها مدينة ريتساتو اللي كنتواجد يا إخوان في البروفينشة دي البريشة اللي توفوا فيها خمسة شباب الأعمار ديانهم يا إخوان ما بين 17 سنة و22 سنة الله يرحمهم يا إخوان وغنمشون نتكلموا على هذا الخبر في الفقرة الأولى وفي هذا الفقرة يا إخوان رغن نتكلموا على الإيطاليين اللي كيفردوا على ريوصمي إخوان الحجر الصحي 22% دي المواطنين الإيطاليين مبقى كيبشين بارو ريستورا و30 يا إخوان أو 33% مبقى كيبشين بإخوان في النقل العمومي بطبيعة حالي إخوان هاد المعلومات منين جابوها جابوها يا إخوان منوحة تقرير لدارة شركة جوجل واللي كتشوفي إخوان المعلومات من الهواتف دي المواطنين يعني الهاتف اللي عندك تفتيلي فون ديالك راكي شوفوا التحركات ديالك ولذلك غاتشوفوا فهذا الفقرة يا إخوان رغن نقول لكم معلومات لي هي جد مهمة لذلك را جميع تنقلات ديالكم كيعرفوكم فين في جيتو وفين جيتو بطبيعة الحالي إخوان غن تكلموا كذلك على توضيح حول الجرعة الثالثة للمتعافون الناس اللي يعني دارت الجرعة الأولى والجرعة الثانية وتشافات الموضوع اطرقنا ليه لبارح إخوان ولكن بقات عدة تعالق تقول لك اللي صفيان تأكد من المعلومات دابا يا إخوان فهذا الفقرة غاد نرجع لهذا الموضوع وغن نجيب لكم الأدلة من عدة إخوان مصادر وكذلك غن نشرح لكم أشنو غادي يوقع الناس اللي ما غاديش الجرعة الثالثة واللي بطبيعة الحال ديجا دارت اللولة والثانية هاد النقطة يا إخوان غادي تدينا كذلك للموضوع ديالة الناس اللي قرر بسكادرهم يا إخوان لغن باس لأنهم خذوا الجرعة الثالثة في شهر تسعود أشنو غادي تدير معهم الحكومة وشكيني إمكاني أنه القرين باس حيد من إيطاليا شوفوا الجواب يا إخوان ديال سوتو سيغريطاريو ديال الوزير الصحة غنتكلموا يا إخوان على الياسار الإيطالي اللي كيقدم المرشح دياله يا إخوان لرئاسة الجمهورية من بعد ما أنه البارحي إخوان اليمين سيلفي بيرلوسكوني حيدي يا إخوان ترشح دياله اليومة لياسار كيرشحي إخوان سيد اللي هو عنده واحد ثقافة مسيحية ومعروف في إيطاليا سأتكلموا على هذا الشيء كامل إن شاء الله وطبع يتحلي إخوان كيف مالعادة نشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم والناس اللي لم تشاركاش اشتركوا يا إخوان باش مقودوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذه الفقرة يا إخوان سأتكلموا على فاجعة استفاقت عليها بلدية تريتساطو صباحة هذا اليوم هذه البلدية يا إخوان اللي كيت تواجد في البروفينشا ديال بريشا واللي كيف ما غدي تشوفوا معاي إخوان والصور ره غانية عن كل تعالق يا إخوان راه كانت حادثة سير توفوا فيها يا إخوان خمسة شباب فاجعة تصيب بلدية بأكملها يا إخوان وخصوصا عائلات اللي هم يا مغاربة وإيطاليين لأنه في هذه الحادثة يا إخوان توفوا ثلاث شباب مغاربة وكذلك شابين يا إخوان إيطاليين والأعمار تتراوح ما بين 17 سنة و22 سنة يعني يا إخوان كنت تكلموا عن درالي اللي صغار وصغار بزاف الله يرحمهم يا إخوان وكنتمنى أنكم تدعونيهم بالرحمات وعزاؤنا الحار يا إخوان للعائلة والله يصبر الأمهات والآباء يا إخوان دي لهذه الشباب لأنه ما ساهلاش يا إخوان صراحة تفقد الأبناء ديالك فهذا العمر اللي بطبيعة هذه إخوان صعبة وصعبة بزاف والله يصبرهم يا إخوان والله يصبرهم من جديد على حساب يا إخوان الأخبار اللي كانين حدود السعاء وهذه الشيرها ما زالت تحقيق مستمر هذي عرب أخبار أولية كيقولوا بلا أنه البولو الفولسفاغن اللي كانوا مسافرين فيها يا إخوان الشباب في الطريق البروفينشالي يعني الإقليمية رقم 45 اللي كانوا في البلدية ديالريتساتو في البروفينشا ديالبراشا كانوا ركمل فيها يا إخوان خمسة شباب وعلى حساب يا إخوان تحقيقات الأولية سيارة خرجت يا إخوان عن طريق ديالها ومشات يا إخوان الطريق اللي في الجهة المعاكسة وخرجت يا إخوان في واحد البولمان اللي كان جاي في الجهة الأخرى بطبيعة حالي إخوان في ذاك الاصيضام ما لاحتش يا إخوان آمال للحياة لهاذوك الشباب ليت ووفوا يا إخوان كاملون في الدقة الوقات اللي يجي الإسعاف ورجاء ورجاء المطافي وجات الشرطة وجات كذلك يا إخوان البوليسية ما لقى واحتشي واحد حالي يا إخوان وتوفوا والله يرحمهم الشايفور اللي كان سيق يا إخوان هذك الكار رمى وقع ليه ولو عنده زروح بسيطة الدولة المستشفى يا إخوان وتحقيق لها بقي مستمر هذ الحديث يا إخوان رمى وقعت البارح في الليل في الحدود الساعة ديال العاشرة ونصف ليلا وطبيعة حالي إخوان الشباب اللي توفوهم مكل آتي عدنا يا إخوان دانيس اللي هو يا شاب إيطالي مزداد سنة الفين وجوج عماد لي مزداد سنة الفين وجوج دائما شاب سميثو عماد الله يرحمه من إخوان سميثو عماد يا إخوان زيد في سنة الفين وجوج وكذلك ناطق صلاح اللي زيد سنة الفين وشابة إيطالية عنده سبعتاشر سنة اللي زيدت في الفين أربعة سميثو إيراني بطبيعة حالي إخوان دائما يا إخوان في الويكند كي يكونوا بزاف ديالحوادثي ديالشباب وعير في هذا الويكند دائما يا إخوان رأي كانت واحد الحادثة لما تفهى ثلاثة الشباب يا إخوان مدينة مطايرة وكذلك حادثة في العاصمة روما يا إخوان من إنقالبات وحد السيارة كان العلمة ديال يا إخوان خمسة الشباب اللي بطبيعة حالي إخوان فهذاك الإنقلاب توفى الشاب عنده سبعتاشر سنة لذلك يا إخوان الله يرحم هذا الموتى والله يصبر العائلة ديالهم وإنا لله وإنا إليه راجعون فهذا الفقرة يا إخوان غاديمشون شوفوا الأرقام لنشرتها شركة جوجل إذا عرفتوا يا إخوان هذا التطبيق اللي عندكم في التليفون جوجل مابس اللي كيستعملوه الناس مثلا إلا بغتيت يتبشيل واحد لها دريسة اللي ما عرفش العنوان مزيان ولا ما عرفش المنطقة مزيان كتتستعملو هذا التطبيق يا إخوان إلا أنت عطيت يا إخوان ترخيص باش أنه الشركة تشوف تنقلات ديالك كيف استعملت يا إخوان كيف ما استعملت إيش كتتسجل أي تنقل درتي وأنا يا إخوان راه دخلت من الهاتف ديالي وشفت بلا أنه فعلا كينش نهارات اللي بشيت نشوفي يا إخوان كيقول لي يا رك بشيت الليدل من بعد بشيت اللسترونغ بشيت الموندو كونفينيانس ولذلك إخوان واحد نهار رسمي يا جميع الدورة اللي يجبت بالسيارة ويعني كل شي يا إخوان مدقق بالسعوب وكل لذلك أي حاجة كديرها بدون استعمال جوجل مابسي إخوان ماشي حتى تخدمه لكي تسجله يعني يحتبل ولذلك إخوان إلا بغيت رأي نوريكم كيفاش تحيدوا هاد الحاجة يا إخوان وكيفاش ما تقوش تعطيوا إخوان ترخيص لجوجل باش ياخذ عليكم جميع هاد المعلومات ولكن إجماليا جوجل ياخذ هاد المعلومات على الشعب الإيطالي كامل إخوان وانشرت تقرير دياله هاد التقرير أشنو كبين كبين بلا أنه الإيطاليين إخوان داخل في واحد الحجر سحب بوحدهم بلا ما تلزمون به إخوان الدولة ولذلك 1 على 5 يعني 22% ديال الشعب الإيطالي إخوان ولا كيدر بناقص من البيران إخوان ومن الرسطورات و1 على 3 يعني تقريبا إخوان وعشرين 2021 بسنة 2021 2022 يعني هاد إخوان ديال هاد العام وهاد الليمون يا إخوان ديال السنة اللي قبل لذلك اللي كنشوف هو أنه العام اللي فات يا إخوان شهر عشر ديال سنة 2020 كانت يا إخوان يالله بدت الموجة التانية ولذلك بدت في هاد المرحلة يا إخوان والتنقلات غادي تبدأ تنقص شوية شوية علاش لأنه كانوا المناطق البرتقالية كانوا المناطق الحمراء ولوقات اللي غا نوصل للجهة الناطالية إخوان كيف ما غادي تشوف معايا التنقلات غادي تنزل بوحة طريقة كبيرة بزاف لأن الحكومة الإيطالية كانت دارتي إخوان القانون الشهير ديال المناطق البرتقالية والمناطق الحمراء في السنة اللي داز وبلا من حكومة تقول لهم حبسوا بلا مدير مناطق حمراء بلا مدير مناطق برتقالية لذلك دهنيا ناس خايفا أنهم يتعادوا بالسرعة لأوميكرون نقصوا بزاف من تحركت ديالهم ولذلك الحاجة اللي هي صعب واللي لاحظوا بزاف ديال المراقبين هو أنه إلى العمل يفات يالله هو أنه هات السنة يخوان الغرافيكم ما يطلع بذيك السرعة اللي خاص يطلع بها يعني طلع واحد شوية وعود ثاني غادي نازل يخوان وطلع بشوية لذلك الناس ما تتحرك بل درنا حجر صحي على ريوس في صرام كتر من صرام اللي كانت طبقة علينا الحكومة الإيطالية سابقا كبير على زوج سامير لأن هو النهار التي توفت ونهار التي اختفت فيه القوة في هذا التطبيق يخوان التحركات التي دارهم في جنب الواضح مع الربعة للليل ولذلك يخوان قالوا لي أشنو كنت كديرت المايا والتطبيق سجل عليك التحركات عندما يستعمل يخوان هو جوجل مابس عربي نوريكم كيف أنا لقيت تحركات 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 مسجل ومرسومة ومحلات التي دخلت لهم وأي حاجة يخوان لذلك يخوان رأس حسن واحد الحاجة التي نوعا ما لكي نكون واقعي معكم تشاهد تصدام مع العلم وهذا لا يريد نسطر عليها بزاف هذه المعلومات لم يكن يأخذوهم كون لم نعطيناهم ترخيص لأن نحن نشار تليفون جديد لدينا الفرحة نشعل الكاميرا كيف نزل عن التطبيقات الواتساب الفيسبوك ومستطيع تشيط 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 ترخص ومستطيع تقبل كل شي ولهذا لا تستغرب أنه الشركة التي قولنا لا هم يقول واش تقبل وما تشعر التليفون ونفس شي يوقع ولكن قبل تأخذ ترخيص لأن كل ما كانت ترخيص ستوقف من السلطات الالتحاد الأوروبي ومن السلطات الإيطالية يعني هم لا يستطيع المسائل وخام لا يستطيع تديرها بطريقة قانونية ولهذا يعني الواحد هذي تشيط دائما ولي يحد منها فهذا الفقر سترى الحالة الوبائية في إيطاليا وفي أوروبا وكذلك إخوان منظمة الصحة العالمية والشروط الجديدة هي إخوان اللي غايدين الاتحاد الأوروبي للمسافرين للسفر من وإلى الاتحاد الأوروبي وانتمنوا أنه كذلك إخوان إيطاليا تطبق هذ القوانين لأنه سيكون بزا تسهيلات أول حاجة سوف نمش لها منظمة الصحة العالمية وطبع تكلم جوش المسؤولين والحاجة اللي هي غريبة يعني قالوا يا إخوان أشياء متضاربة يعني واحد قال العكس ديال آخر المهم المسؤول الأول يا إخوان اللي تكلمتها تصبح قالت بالله أنه دول الاتحاد الأوروبي اللي كتظن أنه الأسوء في الحالة الوبائية خلته وراها يعني تخطعت المسائل الصعبة في الحالة الوبائية رأها غالطة كتقول آه فعلا كان شي دول لي بطبيعة الحال من بعد الموجة الأخيرة الصورة الأوميكرون بحال الدولة بريطانية عندها واحد الشعب اللي هو محمي بواحد طريقة كبيرة بزاف ودخلت المرحلة جديدة ولكن رأها ما زال ثلاثة المليار ديال الناس ما زال كتسني أول جرعة ديالها لذلك قتلي الواباء رأى واحد المشكلة عالمية وخاصنا نتاخذ حلول عالمية ولذلك قتلي مضنش أنه عير بهذا الموجة الأخيرة اللي دست وتخطيت ودية الصورة واميكرون رأها كل شي سالة ربما تقدر ظهر صورة جديدة لنقدر نتكلم عليها من هنا للقدام هات شي قالت يا مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية كذلك الأرقام في إيطاليا الأرقام التي تتعلق بالأطفال تقريبا 28% لديهم ما بين 5-21-11 سنة على حسب الموقع وزارة الصحة أراهم خذوا الجرعة الأولى كنت تكلم على 21.21.000 طفل وبطبيع الناس التي خذت الجرعة الثالثة أراهم 29.955.000 يعني 30 مليون مواطن التي تمثلي 50% الشعب الإيطالي ولجي نشوف الناس التي ملزمة بالجرعة الثالثة يعني 16 سنة وما فوق أراكم نتكلم على 75% للشعب الإيطالي خذ الجرعة الثالثة نمشون نشوف نشوف ماذا قال صوت سيغريطاريو وزير الصحة سيلاري تكلم يوم في الرأي أونو وقال بلا أنه نحن في مرحلة استقرار يعني الأرقام بدأت تستقر في الأيام القادمة سننزل الأرقام التي تتوفى وكذلك الأرقام العدوى وطبع يتحلي قال بلا أنه هذه المرحلة سننضخل لها مرحلة جديدة سنخرج من المرحلة واللواباء ودخل المرحلة الانديمية يعني سنضخل المرحلة تعايش مع الفيروس سيقول الفيروس يعني من تاشر ما بين الشعب وسيقول بحال بحال الفيروس عادي وطبع يتحلي إخوان قال كذلك بلا أنه حاليا مع الجرعة الثالثة وهذا الشي التم يتباد علميا كتحمي ضد العدوى بنسبة 67% يعني الجرعة الأولى وجرعة الثانية لا تحمي ضد العدوى ملارا وتكرارا وقلت كذلك هذا الأرقام السابقة في جوج الأسابيع لثلاثة هذه بلا أنه تحمي 67% نسبة العدوى هي 33% يعني التولة الناس وخوة خضر الجرعة الثالثة ستقدر تعاد في حين أنه حاليا نشوف المسائل التي تتعلق بالصفر والشروط التي تريد الالتحاد الأوروبي لكن الالتحاد الأوروبي لا يبقى يعتمد على الخرائط الدول التي تفهم الحالة الوبائية الصعبة لا يتبقى لديك الخرائط الحمراء البرتقالية والخضراء ديال الدول التي تفهم الحالة الوبائية صعبة بزاف ولكن يتبقى الحالة الخاصة لكل المسافر لذلك لا يتبقى يتبقى قرارات صارمة على دولة كاملة يقول لك المغرب ستسد معها مثلا هذا علمية ثاني بل يتبقى قوانين على واحد جاء من المغرب لا يهم الجنسية المهم إذا كان داخل سوف نرى وإذا كانت تحليلة إذا كانت بيتشار تكون في 72 ساعة وإذا كانت سريعة لا ستبقى 48 ساعة ولكن ستبقى 24 ساعة والغريم باس ستبقى رسميا في الاتحاد الأوروبي دول كاملة سلاحية 19 هاتش ستطلقى نهار ثلاث ونقش بيناتهم ونظن أنه إذا تم تطبيق دياله على الأقل لا ستبقى يطبق حيث دائما إخوان مني كنت تكلم على هذه المسائل ديال الحدود ركت بقاعر توصيات من الاتحاد الأوروبي ماشي قوانين للدول الأوروبية ملزمة باش أنها تطبقها ولكن في غالبية الأحيان كنت تطبقوها ولكن ركت بقاعر توصيات حاجة آخر يا إخوان ستطرق لها هو المسؤول الأوروبي على منظمة الصحة العالمية يعني منظمة الصحة العالمية اللي قالت لنا بلا أنه الوباء راه ربما اظهر سلالة جديدة وبلا أنه راه الأمر مقيمة سالات والبلدان ما خاصتش تقول بلا أنه راه الأسوأ داز رابط عم يتحلي إخوان هذ المسؤول الأوروبي تيقول بلا أنه راه من المحتمل أنه بالسلالة أوميكرونية إخوان الدول ديالتحاد الأوروبي سيدخل مرحلة نهاية الوباء وقال بلا أنه من هنا النهاية ديالشهر ثلاثة ستين في المئة ديال الأوروبي سيتعادل بهذه السلالة ولذلك الانتشار السريع ديالها سيخلي أنه الدول ديالتحاد الأوروبي ستدخل مرحلة جديدة مرحلة جديدة ستنتهي بنهاية الوباء لذلك إخوان هو تيقول بلا أنه راه بهذه السلالة الوباء غي سالي ومسؤولة أخرى في مرضمات الصحة العالمية كذلك ولذلك إخوان راك ما تشوفوا معلومات كثيرة ومنك تكون معلومات كثيرة راك يكون تضارب وارد يا إخوان فهذا الفقر يا إخوان سنجاوب على واحد السؤال للأخل اللي البارح كان عنده عدد كبير ديال اللي لايك واللي بطبيع يتحلي من بعد ما أنه اطرقنا القانون وشنو يقول يا إخوان هنا في إيطاليا فيما يخص الناس اللي اخذت الجرعة الأولى والجرعة الثانية وتعادوا وتشافعوا الحمد لله وش خصهم ياخذوا الجرعة الثالثة ولا لا أنا في الفيديو قلت لكم بلا أنه على حساب القانون اللي كين حاليا هو أنه على الأقل خصدو زربعة شهر ولذلك من ربعة شهر إلى غاية حد أقصد يلست شهر خصكم لابد تأخذوا الجرعة الثالثة هذا الأخ يقول يا إخو يصفيان حاول تأكد من المعلومات على اللي دير الجرعة الأولى والجرعة الثانية وجاء الكوفيد رأى ما خصوش يدير باتاتا الجرعة الثالثة من ناحية المنطقية يا إخوان نقدر نتفق مع هذا الأخ ولكن الرأي ديالي يا إخوان رأيهم في شيء يا إخوان الرأي ديالي أنا ماشي الناس غادي تقدر تتأخذوا يا إخوان وتعيش به لذلك أنا خاصة نقول لكم القوانين اللي كينا والأمور اللي رسمية ولجي ننشوف الأمور اللي رسمية يا إخوان عير باش نوضح لكم الفكرة أنا رأي أي معلومة صغيرة ولا كبيرة قبل ما ننطق بها في الفيديو يا إخوان رأي كنت أكد منها عدة مرات في عدة يعني صحف في عدة إخوة المواقع حكومية لذلك رأي ما كنش حاجة لك ننطق بها يا إخوان وأنا ما عنديش عليها واحد يعني بحث اللي كيقدر يكون مطول يا إخوان حتي إخوان تسجيل أنا رأي نبدأ من الخمسة إلى غاية تاسعة واربعة تاسعة وعشرين دقائق رأي عندي الوقت الكافي باش ندير البحث ديالي لذلك مشون تشوفوا سريع يا إخوان لا ريبوبليكا شنو كتقول لنا كتقول بل بالعكس رأي كتعتبر بحلى خذيتي واحد الجوال اللي كتحميك ضد السلالة أوميكرون علاش حيث عندك واحد المناعة ربانية اللي كتسبتها من خلال العدوى من السلالة أوميكرون ولذلك الجلبة اللي كينا حاليا يعني ديال الفايت زرولة ديال الموديرنة رأي ما كتحميش من هات السلالة لذلك انت رأي محمي من هات السلالة بفضل يا إخوان ذيك العدوى اللي اخذيتي هذي أول حاجة ولذلك رأي منطقيين ذاك شدي قالنا البروفيسور البارح اللي قرأينا هي إخوان رأي وليك تقول ريبوبليكا زيادة على هات هي قروب لأنه الناس اللي يعني دار الجرعة الأولى والتانية ما خص همش يزربو بش يأخذو التالية هذا دليل على أن خاص يأخذوها يعني ما يزربوش وما يزربوش أش نوك تعني يعني ما تاخذوهاش قبل 4 شهر على الأقل خاص تخلي وتفوت 4 شهر ولكن في نفس الوقت يا إخوان ما خاص تفوت 6 شهر لماذا حيث إلى 6 شهر سيضر لكم Green Pass وهذا هو النقطة المحوارية إخوان ستشعل لك الفيلم كامل ستشعل Green Pass إلى مجلبتي ومدرتي الجرعة التالية من بعد الشفاء لك حيث الشفاء يأخذوك عليه Green Pass 6 شهر إلى مجلبتي الجرعة التالية من بعد 6 شهر ستشعل لك Green Pass لا تستطيع تفوت الخدمة لا تستطيع تفوت عدة مسائل لذلك ستولى في المشكل بطريق الذي يريد أن يأخذ الجرعة التالية ويعيش بالتحليلة ستشعل الناس لذلك لا يأخذ الجرعة الأولى ستشعل إيطاليا لذلك لا يجلب إلزامية والذي يريد أن لا يجلب أصلا لذلك الجرعة الأولى ستشعل من حقه كيف يبقى يبقى الخدمة بالتحليلة إلا الناس لديهم 50 سنة ومفوق لمنزز معنهم إخوان وقطاعات الناس الخضام مع الدولة وطبا يتحلي إخوان هذه النقطة نظر أنها واضحة مهمة هو أنه صحيفة أخرى تتكلم عن الناس الذين لديهم جرعات وتشاف هاو تقول أنه سي ديفي كومو كوري شيفر لطرس دوزي يعني يجب أن تأخذ الجرعة الثالثة ولكن الدستانس ديال يعني على الأقل يجب أن تخلي الدوز 120 يوم يعني 14 أشهر ولذلك يجب أن تخلي 11 أشهر يدوز إلى حد أقصد 6 أشهر وهذا دليل على أن الناس يجب أن تأخذه وهذه صحيفة ثالثة تتأكد نفس شي لذلك رأني جبت لكم على الأقل ثلاثة الأدلة ونرى أنه كذلك الدولة عندها المشكلة حاليا من الجرين باس الذين أخوان الذين خذلت الزرعة الثالثة يعني كنتكلم على الناس اللي جلبت باللولة اللي جلبت بالثانية وبالثالثة في شهر تسعود اللي داز ناس اللي خدم في القطاع الصحة ممرضين وأطيباء وناس اللي خدم كاوس ومساعدين الأطيباء اللي داروا الجرعة الثالثة في شهر تسعود شهر ثلاثة قرب ونرى يسرى غريم باس أشنو سنقوم مع هذ الناس سابقا كانوا مددوا الجرين باس اللي كانت فيه 19 إلى 16 شهر لكي يفكوا المشكل والأطيباء اللي كان سيقضي لهم الجرين باس وده يشوفوا الحلول اللي غيره الحكومة لحد الساعة لا تتكلم على هذ النقطة ولكن الصحافة تتكلم عني وخص ملقوا لي حل يا إخوان وكذلك المشكل أنه الجرين قديمه حيث إذا حيث إخوان لها اللي نقول فيها حاليا يعني من 14 يحيث الجرين باس سيكون دايج يعني بقي ما كملت 14 على الشفاء ديالك سيقول صاف الجرين باس لذلك لذلك العشغل لنجلب أنا أصلا وهذا اللي كامل اللي كنقول فيها ما يبقى عند حتى شي معنى ولكن أنا كنت بالمنطقة ديال القوانين اللي كينا حاليا ربما من هنالشهرين يقول لك صاف الجرين باس ما سنعتمد ه في إيطاليا ولذلك الناس اللي شايف ياخذ جرعة أول وجرعة ثانية ما سنستعمل الجرين باس وليس تدير الجرعة الثالثة لكي نكون منطقيين ولكن في نص الوقت أنا سنتكلم من منطقة القوانين اللي كينا حاليا بطبيعة حاليا حاجة اللي هي مهمة سيلاري اللي هو السوت السيغريطاري ديال وزير الصحة تكلموا معاه قالوا لي هل كينا إمكانية أن نحيض الجرين باس في إيطاليا قال لهم انفنصابي يعني حاجة اللي ما نفكر وش فيها نهائيا وطبيعة حاليا بحساب سيلاري سيحيض الجرين باس على حساب ه ولا ولكن يا راه الجرعة الثالثة كيف ما قلت لكم راه لي ما بغير يحيض لي الجرين باس إذا كنت مساعد انه انت صافي اخذي الجرعة الأولى وجرعة الثانية وتعادي وتشافي وما بغير الجرعة الثالثة إلا انت لا محتاج الجرين باس تقدر ولكن اخوان نراه يعني الجرين باس راه ولا يعني الزام في كل شي من ناحية المنطقية انا راه متافق وحتى القطي بأرة يقول نفس الحاجة اللي تعاد راه بحل اخذ الجرعة الثالثة ولكن مع ذلك راه القانون كيز زمع للناس تاخذ الجرعة الثالثة من بعد أربعة أشهر إلى حد أقصى ستشور فهذا الفقر سنراجع للموضوع الكويرينالي وهذا هو القصر الكويرينالي المقر الرئيس الجمهورية الإيطالية كان إلى حدود البارح سكن فيه مطاريلا ومطاريلا راه دار الكراطن ورجع الرحيل ورجع للسكن اللي كان في مدينة بليرمو الإيطالية في جنوب إيطاليا في سيشيليا حاجة اللي مهمة وأنه البارح من بعد أنه سالفين تراجع على القرار الترشح كرئيس الجمهورية إيطالية اليوم تكلمت لبنت وقالت بالله أنه من بين الأسباب اللي خلت أنه يتراجع وخوّق لنا من أجل مصلحة البلاد كذلك الحر الصحي لا تسمع أنه يبقى في واحد مستمر أصلا قال لي لم يكن عز في الأيام الماضية ولذلك حالين رأي في الصميطر عدت فحوصات وقال لأنه يغدر واحد من الأحزاب اليمينية وملك تلاقي البرلمانية التي رشحته ولذلك سيكون عنده قلب لا يتحمل لذلك سيلفي برلوسكون المقالات اليوم أنه الحلم أنه يقول رئيس جمهورية كان حلم يراوضه منذ الطفولة يعني مني كان صغير يقول لي لماذا تريد أنه يريد رئيس جمهورية ومشون ترشفوا أشياء مهمة كثرة من هذا الشخص المترشح باسم ليسر الإيطالي يعني ياسر في حركة خمسة نجوم في الحزب الديمقراطي وفي ليو ليسر الإيطالي هذا الكتلة البرلمانية ترشح السيد وهو المؤسس المؤسس المسيح مؤسس مسيحية لهدف ديال هاي إخوان والتي تنشأت في الستين القرن الماضي لهدف ديال هو كان تطبيق الديانة المسيحية ولذلك من بعد هاي هاي جمعية ستكبر وستبدأ تعاون الفقراء هنا في إيطاليا والناس اللي محتاج للمساعدات يعني تقريب هاي بحال بحال الكاريطاس حاليا متواجدة في سبيعين بلد وهات السيد يا إخوان راه هو المؤسس ديالها غت قولي أو في ستي ناس وهذا هو المؤسس ديالها نعم يا إخوان لأن هاي كان هاد الجمعية أسسها وما زال في التنوية ومن بعد إخوان كبرات ودبا حاليا راه متواجدة في عدة بلدان إفريقية وأسيوية وأوروبية الهدف ديالها هو مساعدة الفقارة وكذلك محاربة بعض الأمراض من بينها السيدة وعدة أشياء لذلك إخوان لياصار الإيطالي يرشح السيد وطبع يتحل الحاجة المهم هو أنه لياصار الإيطالي اليوم ديال الشيماع فهذا الشيماع اللي كانت تحضرها لحركة خمسة نجوم لياصار والحزب الديمقراطي لا يطال هو القائد الحزب الديمقراطي قال بالله أنه اليمين ما عندوش الحق أنه يقدم الاسم يعني كيقول سالفيني ماشي انتلا عندك الحق تقدم الاسم لأنه انتم ما عندكم الأغلبية وبالله أنه أي اسم غادي تقدموه وترشحوه لهوايا من اليامين الإيطالي ما غاديش نصوتو له باتاتر وما عندوش يعني إمكاني أنه ولي رئيس الجمهورية علاش لأنه يا إخوان هات السيد ما شي سياس اللي هو يساري يعني هات السيد جابوه اللي هو بعيد على السياسة اليمين الإيطالي إخوان حيث محروم هذه مدة تقريبا من 30 سنة ما عمرو يا إخوان ما اختار رئيس الجمهورية بغني قدموا واحد اللي يكون إخوان كينتام اليمين ولذلك إخوان إخوان كرئاسة الجمهورية والأسماء اللي كترجح حاليني إخوان هي لكازيلاتي اللي هي رئيسة مجلس الشيوخ سيدا اللي صعيب بزاف أنها تولي رئيسة الجمهورية ولذلك إخوان لا تقل هي لكان ديك سيدا راح نايم مغن صوتوش لها نهائيا زيادة لأنها كان كلام كذلك على المراط يا إخوان هي المسؤولة على الصحف اللمبردية وأصلا إخوان هات سيدا راضي جا حكم عليها المحكامة وبطبيعة لإخوان كان عدة اعتراضات لوقات اللي تم تعيين ديالها كمسؤول على الصحف اللمبردية فما بالك أنها تولي رئيسة الجمهورية وفيما يخص النقاش اللي كان حول الأرقام هات الأرقام هي التي يعتمد عليها اليمين الإيطالي تقول بلا أنه كان اليمين عنده 453 صوت ولي صار عنده 445 صوت لذلك هم عندهم الأغلبية بشوية وهم اللي غدا يختار باش يوصلوا يختار واحد الاسم خاص على الأقل يوصل 505 هات شي ابتداء من تصويت الرابع لأنه من تصويت الأول والثاني والثالث يطلب 60% للي 670 صوت ولذلك تصويت الأول لا يمكن الاتفاق من بعد يمكن الوصول الـ 505 في حين أنه الكورية الأرقام التي نشر هي 545 صوت للي ياسار و 459 للي يامين وهذا في الي ياسار يوجد إيطاليا فيفا ديا رانسي والذي لا يحسوب مع الي ياسار ولي هذا يعني الأرقام ركب فيها نقاش ياسار وطبع الحاجة المهمة لنقلق بهذا الموضوع خاص ملاب يدي إخوان وهذا الشكل عليه للي يلقى الحز الديمقراطي ستلاق مع سالفين في هذه الأيام ربما يدري واحد الاتفاق للي تستمر كيف يمشي رئيس حكومة يعني إذا يمشي يمشي للي رئيس جمهورية لذلك يدري واحد الاتفاق اليمين خصوصا يا إخوان فراتي اللي جورجا ميلوني اللي كانت دخلة البرلمان وهي عندها تقريبا عن ربعة خمسة في المائة حاليا على حساب الآخر الإحصائيات رأي عندها حوالي تسعتاش عشرين في المائة دي الأسوات لذلك هي ما كرهت شي إخوان من غدي بشي ويدروا تصويتات ويدروا انتخابات جديدة